السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. النهاردة هنتكلم على برنامج مهم جدا لكل الناس. وهو برنامج الادوبي بريمير. طبعا اللي ما عرفش برنامج ادوبي بريمير ده برنامج بيعمل منتاج وبرنامج رهيب جدا واحترافي جدا. طيب لو انت دورت على البرنامج ده على اليوتيوب هتلاقي ناس كتيرة جدا وشرحة ومشاء الله شرحهم منتاز جدا. طب ايه اللي انا هقدمه لكم في الفيديو ده يعني? طالما كل الناس بتشرح الفيديو ده على اليوتيوب وفيه ناس كتيرة عاملة فيديوهات حلوة جدا. انا عن نفسي استفدت كتير جدا من الفيديوهات اللي موجودة على اليوتيوب. وطبعا المشكلة الاساسية في الموضوع ان اليوتيوب او الفيديوهات اللي موجودة على اليوتيوب بتشرح برنامج الادوبي بريمير باحترافية. طيب انا وظفت ايه? وظفت ان انا هعلمك الاساسيات دي ببساطة وبسهولة جدا. بحيث ان انت تقدر تستخدم الادوب بريمير بكل سهولة وبكل بساطة وزي ما تعودنا مع بعض ان مفيش مستحيل وان احنا نقدر نشرح كل شيء ببساطة جدا وتقدر تخش في اي مجال مهما كانت صعوبته طالما انت تعلمت الاساسيات بشكل صحيح هتقدر تفهم الموضوع كله بشكل بسيط وبشكل سهل جدا وطبعا يعني ما تنساش زي ما قلنا كل مرة تعمل اشتراك في القناة من زر الاشتراك اللي باللون الاحمر تحت الفيديو اشتراكك ده على فكرة دعم القناة عشان تستمر ومش كده وبس ده كمان بيبقى ليك اجر لكل من بيشاهد الفيديوهات دي لان انت بتساعد على ان القناة تكبر وتوصل لاكبر عدد فبالتالي انت مشارك في الاجر لك نفس الاجر اللي بيقدمه الشخص اللي موجود في القناة فادعم اي قناة تعليمية لان القنوات التعليمية بتنشر محتوى تعليمي فبالتالي بيكون لك اجر وثواب في نشر العلم وكمان ما تنساش تعمل اللايك اللايك ده بيخلي الفيديو ينتشر اكتر وكمان اكتب لنا تعليق ايجابي تعليقاتكم بتساعدنا على الاستمرار يلا بينا نبدأ الفيديو ده انا محمود حنفي من قناة تعليم بلا حدود في البداية ادوب بريمير برنامج زي اي برنامج اخر تمام طبعا طريقة التسطيب تقدر تنزله من على اي موقع خلي بالك ان هو في نسخة مجانية لمدة محددة وفي نسخة يعني مدفوعة فانت شوف النسخة المناسبة ليك وفي نسخ طبعا بيكون لها كراك وبتكون امورها طيبة تقدر تشتغل عليها بشكل مجاني احنا النهاردة هنتكلم على ازاي بيستخدم الادوب بريمير يلا نبدأ الادوب بريمير وازاي بيستخدمه طبعا هنفتح البرنامج كالعادة جدا احيانا بتظهر الرسالة دي ودي رسالة التحذير بسبب كارت الشاشة اللي موجود في الجهاز عادي جدا ممكن تتجاهلها لو ظهرت لك تمام يعني بتقول له استمر يعني هو شاف مشكلة معينة في كارت الشاشة اللي موجود لو انت عايز تستمر بتقول له استمر طبعا انا مش عايزكم يعني تتخضوا من وجهة البرنامج لان بالنسبة للبرنامج البرنامج احترافي فبالتالي وجهته فيها اوامر كتيرة طبعا انا احاول بقدر الامكان ان انا بسط لكم الامور يعني لاكتر مما تتخيلوا طبعا دي الواجهة الاساسية وطبعا معلوماتها بسيطة جدا عندي هنا كلمة يعني مشروع جديد وهنا يعني افتح مشروع سابق ودي المشاريع اللي انا كنت شغال عليها وكنت بعملها طبعا بيجيب لي بعض المشاريع اللي انا كنت شغال عليها اللي هي المشاريع الحالية لو انا مشروع مسلا كنت شغال عليه وما خلصتوش اقدر ادخل عليه واكمله مرة تانية لانه بيظهر لي هنا في القيمة دي طبعا هنبدأ مع بعض وهنختار كلمة تمام هيفتح لي الصفحة دي انا طبعا مش هخليكم يعني تتعقدوا من الموضوع هقول لكم الموضوع ببساطة استخدموا الاشياء اللي انا هقول لكم عليها لحد ما تتقنها وتلاقي نفسك متمرس في الادوب بريمير وتقدر تشتغل بكل سهولة اول حاجة طبعا هو النام هو اسم المشروع فهنخلينا نسميه مع بعض تجربة بعد كده مكان حفظ المشروع طبعا هو بيحفظه في المكان الاساسي اللي هو على الدوكمنتس في الادوب بريمير لو انت عايز تغير المكان بتضغط على كلمة براوز وبتختار المكان اللي انت عايز تحفظ فيه اي مكان ديسك توب او اي مكان اخر انا عن نفسي سايبه على المكان الاساسي لانه مش هيفرق كتير مكان حفظ المشروع بنرجع له بسهولة وبسرعة طبعا دي اعدادات اساسية للفيديو واللاوديو والكابيتشر للصور عادي جدا سيبها زي ما هي وبعدين اعمل اوكي هتظهر للواجهة دي طبعا عشان تبقوا عارفين شيء مهم جدا هنا فيه اوامر كتيرة جدا وقوائم كتيرة جدا تمام انا مش عايز طبعا اتكلم عليها كلها لان عشان اتكلم عليها كلها انا محتاج سلسلة كبيرة جدا من الفيديوهات ولكن انا هشرح لكم الاساسيات اللي تقدر بيها تعمل فيديو تمنتجه وكمان تطلعه وتصدره وتستفيد بيه على اليوتيوب طب يلا بنا نبدأ اول حاجة لازم تعرفوا ان فيه قوائم كتيرة هنا بنقدر نشتغل عليها زي مثلا المبسطة اللي هي المحرر التحرير والكلر اللي هي خاصة بتروين الفيديوهات والالفيكتس اللي هي التأسيرات والاديو الصوت والجرافيك اللي هي الكتابة والحركة واللايبري اللي هي المكتبة حاجات كتيرة جدا طيب عشان بس نتفق على شيء مهم جدا خلونا في ابسط واجهة تقدروا تشتغلوا عليها اللي هي وجهة اللي هي الوجهة دي طيب الوجهة دي لو انت ما حصلتاش موجودة ازاي اجيبها بنضغط على كلمة ويندو كلمة ويندو بعدين نختار كلمة وورك سبيس وورك سبيس وبعدين بنختار كلمة اديدين ولو الشكل كان مختلف عن الشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم دلوقتي يعني مثلا لو انا اخترت اي شكل من الاشكال دي هتلاقي مختلف شايفين الشكل مختلف هنا مختلف هنا مختلف اشكال كتيرة مختلفة تمام طيب لو انا عايز ارجع للشكل الاساسي ارجع للشكل الاساسي ازاي بكل بساطة هنروح على كلمة ويندو وعلى كلمة ووركس بيس ونختار كلمة او من لوحة المفاتيح اضغط alt shift 5 هيرجع لي للشكل الاساسي ده الموضوع بكل بساطة طيب تعالوا بقى نتكلم شوية عن الحاجات اللي موجودة دي وهستخدمها ازاي طبعا انا مش هتكلم عن كل حاجة انا هتكلم عن الاشياء اللي انتو عايزينها فقط اللي هي تحتاجوها فقط اول حاجة دي طبعا القيمة اللي موجود فيها ال effect control يعني التأثيرات اللي انا باستخدمها على اي عنصر اي عنصر ان كان فيديو او ان كان صورة او ان كان صوت كل ال effect بتاعته بتظهر هنا طبعا هي مش ظهرة حاجة لان ما فيش لسه اي عناصر تمام وطبعا في حاجات تانية كتير مختلفة بس انا ميهميني في الموضوع كله هو effect control لان ده اللي انا بتحكم فيه في الفيديوهات يبقى لازم تتأكد ان effect control دي موجودة خلينا مثلا نقفلها انا كده قفلتها اهو مش موجودة دلوقتي اللي انتوا لحظتوه ان كلمة effect control اختفت طيب بعد ما اختفت القيمة دي ارجعها ازاي باروح على ال ويندو واروح على كلمة effect control موجودة هنا هي اللي هي اختصارها shift 5 واضغط عليها اتلاقوها ظهرت مرة تانية وممكن طبعا اصحبها وحطها في المكان اللي كانت فيه في الاول يبقى دي الطريقة اللي لو القيمة دي ما كانتش موجودة اظهرها بيها تعالوا نشوف الجزء التاني بعرفنا ده الجزء الخاص بال effect control الجزء التاني اللي هو الجزء ده والجزء ده اللي بيكون فيه الملفات اللي انت بتستخدمها في المشروع وزي ما انتوا شايفين مكتوب هنا كلمة import media to start اعمل استيراد الميديا اللي هي اي ملف صوتي او ملف فيديو او صور عشان نبدأ العمل طيب وفيه هنا مجموعة من الاشياء زي الميديا براوز اللي هو بيفتح للجهاز نفسه اختار من الجهاز بشكل مباشر يعني مثلا على ال f او على ال g افتح الحاجة اللي موجودة هنا واختار منها الشغل بتاعي مرة واحدة يعني انا اقدر افتح هنا ويظهر لي كل الملفات هنا ادي الملفات اهيه وقدر اسحب الملف اللي انا عايزه وحطه في الطايم لاين على طول فتلاقيه جه بشكل مباشر خلونا نحزفه مرة تانية ونرجع مرة تانية فيه طبعا انا عندي المكتبة وعندي هنا information معلومات وعندي هنا effectives ونستخدمها بعد كده فيه مجموعة من الاشياء موجودة هنا بنقدر نستخدمها خلونا نرجع للقايمة من الاول اللي هي الميديا براوزر وبعدين نضغط هنا نجيب المشروع طبعا الملفات اللي احنا ضفناها زي ما انتم شايفين جات هنا على طول بشكل مباشر وده اسلوب العرض اللي موجود للمحتويات اللي موجودة هنا زي مثلا ده الشكل الاول اللي هو على هيئة قايمة وده الشكل التاني على هيئة صور مصغرة وطبعا ممكن اكبر وممكن اصغر من هنا وده الشكل التالت برضو ممكن اصغر كده بحيث ان انا اشوفهم تحت بعض بالشكل ده يعني اختار الاسلوب اللي انت شايفه مريح بالنسبة ليك في العرض ولو عايز تحزفهم طبعا ممكن توقف عليه كده وتضغط عليه وتقول ديليت يتحزف وبرضو هنا تضغط عليه وتقول ديليت يتحزف يبقى احنا عارفنا ان المكان ده اللي هيكون فيه شغلك اللي انت تقدر تجيب كل حاجة وتعمل بها هنا اللي هي الملفات الخاصة بالصور والفيديوهات والملفات الصوتية ده طبعا الطايم لاين والطايم لاين ده هتلاقيه موجود في اي برنامج منتاج لان لازم يكون فيه خط زمني بتحرك عليه عشان اقدر اقص من مكان لمكان اخر وهكذا وهنتعرف عليه برضو دلوقتي ودي طبعا الادوات اللي هنستخدمها وهوريكم بعض الادوات اللي احنا بنستخدمها باستمرار في المونتاج وطبعا ده المعينة اللي عن طريقه بقدر اشوف الشغل اللي انا اشغال عليه الموضوع بكل بساطة اربع اماكن تمام يلا بقى نبدأ كده نشتغل اول حاجة انا عايز اعملها ان انا اجيب مقطع فيديو المقطع الفيديو ممكن ديجيبه من هنا على طول زي ما اتفقنا ان انا بضغط كليكي مين كده وبعمل كلمة امبورت وادور عليه في الجهاز مثلا اروح على قيمة الفيديوهات اللي انا بخزنها ادي قيمة الفيديوهات واختار اي فيديو مثلا ممكن اختار فيديو ده مثلا هيجيلي على طول الفيديو هنا في الشريط طبعا هو جاه هنا ولسه ما نقلتوش فين في الشريط الزمني فممكن اسحابه كده وحطه في الشريط الزمني على طول يبقى الموضوع بكل بساطة وبكل سهولة طيب دي الطريقة الاولى للاضافة هل في طريقة تانية للاضافة طبعا الطريقة التانية للاضافة ان انت تصغر الادوب بريمير وبعد ان تروح على المكان اللي انت مخزن فيه الفيديوهات مثلا انا مخزن الفيديوهات هنا ادي الفيديوهات باختار الفيديو اللي يعجبني انا عايز الفيديو ده مثلا واروح سحبه كده واروح على البريمير اللي موجود تحت هنا واروح حطه في الطايم لاين على طول هتلاقي الفيديو جاه هنا طيب انا جبت الفيديو دلوقتي اقدر اكبر وصغر الطايم لاين من خلال هنا من خلال الشريط اللي تحت ده لما اضغط كده بيكبر التايم لاين واقدر اشوف كل جزئية بكل بساطة ولما اعمل كده يصغر التايم لاين يعني اكبره اصغره من هذا الزر لاحظوا حاجة مهمة جدا ان في عندي هنا كلمة V1 V2 V3 اللي هي الفيديو الاول الفيديو التاني الفيديو التالت وعندكم هنا A1 A2 A3 اللي هو الاديو 1 و اديو 2 و اديو 3 اللي هو الصوت الاول والصوت التاني والصوت التالت واتلاحظوا ان الصوت جنبيه كلمة المايك او جنبيه علامة المايك تمام يعني ده ملف صوتي وده ملف ايه وده ملف الفيديو يعني اي فيديو عندك بيكون مكون من جزئين جزء للصوت وجزء للفيديو لاحظوا معايا بعد ما وضعت الفيديو هنا بتلاقوا على طول كل الاعدادات ظهرت في الـ فوق على اليسار هنا ادي الـ وتي طبعا فيها اشياء كتيرة جدا هنتكلم عنها بس في وقتها خلونا ناخد الموضوع خطوة خطوة ركزوا معايا اول حاجة طبعا ممكن تشغل الفيديو من هنا من علامة البلاي اهد الفيديو بيشتغل اهو ممكن توقفه من هنا ممكن تشغله بالمسطرة من نوحة المفاتيح وتقدر توقفه برضو من المسطرة تعالوا بقى نتكلم على الادوات اللي موجودة هنا الاداة دي هي اداة التحديد اللي بقدر احدد بها اي جزء واسحابه يمين اسحابه شمال اطلعه فوق برح تخالص والاداة دي هي الاداة اللي انا بحدد بها اكتر من مقطع في وقت واحد يعني مثلا لو جبت مقطع تاني هنا اصبح عندي مقطعي لو انا شغال بالاداة الاولى اقدر احدد ده الواحد وحدد ده الواحده انما لو عايز احدد الاتنين مع بعض بختار الاداة التانية دي اللي هي عبارة عن مستطيل وجواسها وبيظهر لي هنا سهمين اضغط ضغطة يحدد لي الجميع كده اتعرفنا على ادوات التحديد لانها مهمة جدا في الحركة بعدين فيه اداة المقص اداة المقص دي اللي انا بقص بيها اجزاء معينة يعني مثلا اضغط على اداة المقص دي وقص مثلا من هنا كده اقص للفيديو من هنا ممكن اقص من هنا يبقى انا مثلا بشوف بداية الخطأ فين وقص بالموس هنا ونهاية الخطأ فين وقص بالموس هنا يبقى اصبح الجزء ده اجي على الاداة لو انا مثلا عارف ان الجزء ده هو اللي في الخطأ ببدأ من اوله لاخره تمام يبقى الجزء ده انا قصيته بكل بساطة بالموس ده شايفين الموس ده بس اضغط بس كده يقص على طول في اي مكان اضغط فيه يقص على طول وبعد كده الجزء اللي انا مش عايزه اقدر اعف عليه ودوس دليت ولو دست دليت هعزفه والمكان بتاعه هيكون فاضي وممكن اضغط في المكان الفاضي ده واعمل دليت يروح ضامن المكانين على بعض يعني المكان الفاضي ده لما دوس دليت هيضم المقاطع على بعضه حتى في البداية هنا لو دست دليت هيضم المقاطع على بعضه طب لو انا مثلا عايز احزف الجزء ده وفي نفس الوقت احزفه ويضمهم مع بعض في نفس التوقيت فلازم اضغط شفت دليت زي ما انتوا لاحظتم حزف يعني نعمل رجوع تاني كنترول زت كده انا عملت رجوع لو انتوا لاحظتم المنطقة دي لو انا عملت شفت دليت هتختفي وتضم على طول مش هيبقى فيه فراغ انما كنترول زت لو انا عملت هنا دليت بس هيكون المكان فاضي وعادي جدا ما تقلقش ممكن تضغط في المكان الفاضي ده ودوس دليت يضمهم برضو على بعض بكل بساطة يبقى دي طريقة القص اللي انا ممكن استخدمها فيه طريقة تانية للقص ايوة فيه اختصار لهذا الموس اسمه حرف السي يعني مثلا من لوحة المفاتيح اضغط سي يظهر لك الموس وبعدين قص براحتك يعني انا لما ضغط سي ظهر الموس على طول ارجع تاني الادات اللي هي اختصارها فيه لو انت عايز ترجع للاداة بتاع السليكشن تو يعني مثلا نفترض انت على اداة الماص وعايز ترجع بسرعة على الاداة بتاع التحديد اللي هي السليكشن اضغط فيه هيرجع لك على طول على السهل وتقدر تتحكم في اي جزئية انت عايزها طبعا زي ما انتم عارفين اساسيات المونتاج هي ان انا اولا اقص الاجزاء اللي انا مش عايزها دي في البداية خالص وعرفنا ازاي ان احنا نقصها عن طريق الماص طيب وايه تاني تاني حاجة ان انا احط مثلا صور فوق المقاطع او احط اشياء في المقاطع خلينا مثلا ندور على اي صورة صورة مثلا الصورة دي تعالوا نسحبها ونحطها على البرمير احطها هنا مثلا تعالوا نشغل ايه لا يحصل ادي الصورة ظهرت ايه طيب الصورة ظهرة صغيرة نفترض ان انا عايز اكبرها اقف عليها كده بمجرد ان انا اقف عليها ايظهر لي ادوات هنا مهمة جدا طبعا اول حاجة في يوم اللي هي الموقع والسكيل اللي هو الحجم الحجم ده لو انا وقفت عليه كده وسحبت يمين هتكبر سحبت يسار هتزغل يمين يسار طيب الموضع هنا السكيل هنا كده تتحرك يمين هنا كده تتحرك يسار يمين او يسار طيب وده فوق او تحت يعني كده تحت وكده فوق كده تحت وكده فوق فانت بحطها في المكان اللي يعجبك طيب الصورة دي مدة ظهورها من فين لفين ممكن انا اطول مدة الظهور يعني تظهر فترة طويلة وممكن اقللها يعني على حسب ما انا عايز ممكن اطول مدة الظهور وممكن اقللها كده اشتغل دي الصورة ظهرت طيب مثلا واحدة يقول لي الصورة ظهرت بشكل عادي كده مفاجئ عادي جدا ممكن تحط لها تأثيرات وده اللي هنتعلمه من قيمة ايه لو ضغطنا هنا كده على السهمين دول هتلاقوا قيمة هنا اسمها قيمة افكت هتلاقوا فيها هنا حاجات كتيرة جدا من ضمنها مثلا اخر واحدة اللي هي فيديو ترانسيشن اللي هي انتقالات الفيديو ممكن نفتحها هتلاقوا في حاجات كتيرة اختاروا اللي اعجبكم يعني انتو نوعوا وشوفوا ايه المناسب واختروه طبعا في حاجات كتيرة جدا مثلا ممكن اختار واحدة منهم ونجربها نختار مثلا بوش دي ونحطها كده في بداية الفيديو مجرد بس ان احنا نسحبها ونحطها تعالوا بقى نشوف ايه الشكل اللي هيحصل دلوقتي ايه دي شكلها زي ما انتم شفته كده يعني ما دخلتش بالطريقة التقليدية انها تظهر فجأة لا دخلت باسلوب اخر ايه دخلتهاي طبعا ممكن اتحكم انا في الدخلة دي بطريقة بسيطة جدا ان انا ممكن اضغط على العلامة بتاع الانتقال دي تمام بعد ما اضغط عليها بيظهر للتأسيرات هنا وزي ما انتم شايفين هنا المدة المدة خمسة عشرين ممكن ازودها شايفين لما ازود المدة او اقللها براحتي خلينا نزودها مسلا ونشوف لما زودناها هتدخل ازاي خلينا نكبر السورة دي شوية وتعالوا نشوف لما زودنا المدة هتدخل ببط ادي فكرة المدة طبعا انتم بتختاروا الشكل المناسب طبعا من القيمة دي في اشياء كتيرة جدا في في الفيديو ترانسيشن اللي هي اخر واحدة دي طبعا لو ضغطت على السامي ده بقفلها لو ضغطت على السامي ده بفتحها وبتلاقوا فيها امكانيات كتيرة جدا زي السري دي موشن مثلا اضغط عليها خلونا مثلا نحزف التأسير ده ازاي احزفه اقف عليه واضغط على التأسير بس وادوس دليت كده حزف للتأسير وما حزفش الصورة ممكن اخد اي تأسير اخر واضعه ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي تعالوا نشغل ادي تأسير الدخول هوا تأسير على هيئة مكعب طبعا اختاروا اي تأسير يعجبكم مثلا فيه تأسير تاني هنا وتعالوا نشوف ده تأسير اخر وهكذا يبقى انا دلوقتي اقدر احط الفيديو هنا واقدر احط الصور المناسبة في اي لحظة تظهر واقدر اقصه وقطع منه زي ما انا عايز بكل بساطة وعلى فكرة البرمير اسرع في عملية القصص بكل بساطة لو عايزين تشوفوا المعاينة بشكل كبير كل المطلوب منكم انتو تقفوا على المكان بتاع المعاينة وتضغطوا على حرف الذال من لحة المفاتيح هيكبر لكم المعاينة وتقدروا تشوفوا المعاينة بشكل كبير شوفوا كل اللي انتو عملتوه بشكل كبير طيب ندوس على حرف الذال مرة تانية ترجع الشكل او تجرع المعاينة لشكلها الطبيعي طيب بعد ما خلصت شغلي انا وبعد ما عملت كل اللي انا عايزه تمام ايه المطلوب مني بعد كده ان انا مثلا عايز اكتب كلمة تظهر في الفيديو بسيطة هنضغط على اللي هو التيب طول اللي اداة الكتابة ونكتب الكلمة اللي انا عايزها هنا تعالوا نكتب مثلا كلمة تجربة وبعدين لو عايز احركها بضغط على اداة زي ما اتفقنا ونحركها في المكان اللي عجبنا حتى ممكن نكبرها او نصغرها براحتنا خالص وطبعا هنا المكان اللي انت بتحكم فيه في وضع الكلمة هتحطها فين تمام وطبعا لما بتكتب اي كلمة بيظهر لها هنا علامة في ان انت تحركها وقت البداية فين يعني مثلا انا رجعتها ورا شوية فهتبدأ بعد فترة معينة تبدأ تظهر كلمة تجربة وبعد شوية تختفي كلمة تجربة ويظهر الصورة يعني يبقى انت كده عرفت ازاي تضيف صور عرفت ازاي تكتب عرفت ازاي تقص الفيديو وعرفت ازاي تحزف الاخطاء من الفيديو ده كله بالبريمير بسهولة جدا من غير اي تعب ولا اي تعقيدات طيب بعد ما انا خلصت وبعد ما انا عملت اللي انا عايزه طبعا يا جماعة لحظوا ان انتوا بتحطوا الفيديو بتاعكم وبتقصوا الحاجات اللي انتوا مش عايزينها ركزوا في الموضوع ده جدا بتشوف بتسمع انت الفيديو والله انا مسلا الجزء ده انا مش عايزه بشوف بدايته فين ايوا بدايته من اول هنا كده ارجع ممكن ترجع هنا فريم واحد ده طبعا السامي بيرجعك فريم واحد عشان تعرف مكان البداية بالزبط اللي انت هتقطع منه اهو من اول هنا انا عايز اقطع من هنا بروح جايب اداة الموس اللي القطع وبقطع في المكان ده كده انا قطعت من المكان ده بعدين بشغل لحد ما الجزء اللي انا مش عايزه ده يروح الجزء ده كله انا مش عايزه كل الجزء ده بس ارجع ورا كده عشان نشوف اول ما انا هقطع بالفريم ايوا بالزبط كده من اول ما تظهر دي كده شوية تمام انا عايز من اول هنا فاروح برضو بالمقص واروح قاصص يبقى الجزء ده كله كده انا مش عايزه اجي بقى بادات السليكشن دي واحزفه اضغط هنا كده اضغط هنا كده كده المكان ده فاضي اضغط كده وادوس دي ليت يروح مقربهم من بعض طيب لو مقربوش من بعض ممكن عادي جدا اسحابهم احددهم كده واسحابهم بالشكل ده ايه اللي انت هتلاحظه بقى تعالى نشوف كده لما نشغل هتلاقي الجزء اللي انا مش عايزه خلاص مش موجود شفته انتقل مباشرة ولو انت عايز تعمل مسلا انتقالة خفيفة بينهم كده ممكن تجيب الفيديو زي ما اتفقنا كده نضغط على السام ونفتحه ونختار اي انتقالة مسلا تعجبني خلينا مسلا نختار اه نحطها كده هنا عشان ما يبانش التأثير بتاع الانتقال تعالوا نشوف كده لما نشغل ايوة انتقلت بشكل جميل جدا طيب انا خلصت دلوقتي القص وخلصت وشيلت الاجزاء اللي انا مش عايزها وزبطت الامور وكل حاجة تمام عايز بقى يعني اصدر الفيديو ده عايز اصدره 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 ازاي اول حاجة لازم اجي على نهاية الفيديو واضغط حرف ال او لما اضغط حرف ال او هيحدد لي منطقة العمل دي المنطقة اللي انا عايز اصدرها فقط تمام ادي اول خطوة الخطوة التانية اضغط كنترول ام كنترول ام من لوحة المفاتيح لما اضغط كنترول ام هيفتح للقايمة دي طبعا برضو شكلها يخض ما تقلقش خالص مطلوب منك ان في الفورمات تختار ال H264 هتلاقي عندك حاجات كتيرة جدا اختار منها ال H264 بعدين تحت هندور على كلمة اليوتيوب هتلاقيها تحت خالص هنا اليوتيوب في 480 في 720 في 1080 دي الدقة بتاع الفيديوهات اختاروا دايما ال 720 لانها مناسبة وحجمها متوسط يبقى اخترت اليوتيوب 720 بعدين هنا الاسم بتاع الملف اضغط عليه واكتب اسم الملف بتاعي تجربة بعدين اختار المكان اللي اخزن فيه الدسكتوب مثلا يعني وبعدين بقول واكتب كلمة تجربة مرة تانية واقول بعد ما خلصت ابدأ اقول له يعني تصدير انا مش عايزك تبص على اي حاجة الا الاعدادات اللي انا قلتها دي اقول طبعا الفيديو ده عشان قصير فصدروا بسرعة تعالوا نشوف كده في الدسكتوب لما احنا صدرنا هنروح على كلمة تجربة اللي احنا خزلنا الملف فيها ادي تجربة هي هتلاقي الفيديو اللي احنا خزلناه تعالوا نكبر كده view ونعمل large icon عرض ادي الفيديو تصدر ومساحته بسيطة تمانية ميجا تعالوا نفتحه ادي الفيديو اللي احنا صدرناه وادي طبعا الانتقال اللي هيحصل دلوقتي شوف الانتقال وكلمة تجربة ظهر اهي والصورة ظهرت تمام كل شي احنا عملناه بكل بساطة طبعا لازم تعرفوا شي مهم جدا ان المونتاج بيحتاج صبر يعني انت لازم بتسمع كل تفصيلة في الفيديو بتبدأ تشغل الفيديو وتسمع كل كبيرة وصغيرة على اساس ان اي منطقة فيها اي خطأ لازم تقصها وبعد ما بتقص جميع الاخطاء ويتبقى عندك الفيديو خالي من الاخطاء تبدأ بقى تضيف الابداعات بتاعتك زي مثلا كلمة تدخل في وقت معين وتخرج في وقت معين صورة تدخل في وقت معين بتوضح لك انت بتشرح ايه وبتخرج برضو في وقت معين تعمل زوم على منطقة بس الحاجات دي طبعا كلها متقدمة انا دوقتي عرفتكم الاساسيات ياريت الدرس ده تتقنوه اولا اتقنوا الدرس ده بعدين اكتبولي في التعليقات ان انتو اتقنتوه وان شاء الله اذا انتو اتقنتوا الدرس ده وعرفتوا ازاي تقصوا الاخطاء من الفيديو وتضيفوا بعض الصور وتضيفوا بعض الكلمات وعملتونا لايك للفيديو ده ووصلتوه لالف لايك باذن الرحمن هعمل لكم حلقة تانية ونبدأ خطوة بخطوة تقولول انتو عايزين ايه وانا اجمع لكم في فيديو ونعمله مع بعض عشان تفهموا كل كبيرة وصغيرة في البريمير البريمير طبعا برنامج احترافي وزي ما نقول لكم مش من السهل ان انت تعرفه من اول مرة ولكن لو احنا خدناه خطوة بخطوة هتفهموه وهتقدروا تعملوا كل اللي انتو عايزينه فيه بكل بساطة ارجو ان يكون الفيديو نالي اعجابكم وتنسوش طبعا تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان ينصلكم كل جديد واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته